اخر ملكات مصر وام اخر ملوكها احبها الملك فاروق من النظرة الاولى وهي تشتري خاتم خطوبتها على رجل اخر تخلت عن خطيبها من اجله زوجة اشهر ملوك مصر وحماتها الملكة نزلي اكثر نساء القصور المصرية جدلا عبر التاريف الملكة ناريما من هي وما قصة صعودها من مدللة ابيها الى ملكة مصر ولدت ناريما حسين علي صادق يوم 31 اكتوبر 1933 والدها كان يعمل بمنصب وكيل وزارة المواصلات ووالدتها اصيلة هامم محمود وذلك في حي مصر الجديدة بالقاهرة حاول والدها الانجاب مرة اخرى ولكن لم يتمكن من ذلك فكابرت ناريما طفلة وحيدة تحظى باهتمام والديها الكامل الا ان ذلك الاهتمام تحول مع الوقت الى خوف وقلق شديدين عليها لانها ابنتهم الوحيدة مما جعلهما يلحقانها بمدرسة حكومية ملاصقة لمنزلهم بدلا من الحاقها بمدرسة خاصة بعيدة عن مقر اقامة العائلة تمت خطبتها الاولى وهي ابنة 16 عاما لما عرف عنها من جمالها وادبها الى محام معروف وهو الدكتور محمد زكي هاشم وقامت الاسرتان بتحديد موعد الزفاف واتفقت على موعد لشراء خاتم الزواج من مكجر احمد باشا نجيب احد اشهر تجار المجوهرات في القاهرة انذاك وكان ايضا الجواهرجي الخاص بالاسرة المالكة ولكن كان للقدر كلمة اخرى في اليوم الذي ذهبت فيه ناريما لاختيار خاتم الزواج تصادف وجود الملك فاروق في محل احمد باشا نجيب ويقال ان الملك يومها امر حراسه بالقيام ببعض المهم لذلك عندما حضرت ناريما وخطيبها لم يمنعهما احد من الدخول الا ان احمد باشا نجيب اندفع نحو باب المتجر حين رأاهما وطلب منهما عدم الدخول احتراما لوجود الملك الذي انتقل فورا الى حجرة خزائن المجوهرات الملحقة بالمحل فلم تره ناريما الا انه رأها من وراء الستار واعجب بها وطلب من احمد باشا رقم هاتف منزلها كان اتصال القصر بوالد ناريما لتحديد موعد معه للقاء الملك مفاجأة صادمة للاب الذي نزل عليه طالب الملك ليد ابنتها كالصعيقة التي لجمت لسانه فلم يعرف كيف يرد ماذا لو كانت هذه مجرد نزوة من نزوات الملك وهل ستلاقي ابنته نفس مصير الملكة فاريدة ان عجزت عن منح الملك ولي العهد اعترى القلق والخوف الشديدان حسين صادق الا ان وقع الامر كان مختلفا تماما على ناريما ووالدتها اصيلة هان ملتين كانت السعادة تملأهما ومع الضغط الهائل الذي مارسته كلتيهما على الاب رضخ في النهاية وصار حزكي هاشم خطيب ناريما بالامر فما كان منه الا ان انسحب فورا من الصورة مقدرا جسامة الموقف وتم بالفعل فسخ الخطبة ظل والد ناريما يعاني مخاوفه تجاه مصير ابنته ومعاناتها المحتملة بسبب هذا الزواج حتى انه فكر في الهروب بعائلته الى خارج مصر الا ان المقربين منه حذروه من خطورة تلك الفكرة وظل الاب يرزح تحت وطأة هذا الصراع الى ان اصيب بسكتة قلبية مفاجئة توفي على افرها واقامت له الاسرة عزاء مهيبا حضره الملك وجميع كبار رجال الدولة تمت الخطبة الملكية يوم 11 فبراير 1951 وكانت ناريما في قمة السعادة ورتب الملك لها ان تسافر الى ايطاليا برفقة عمها لكي تتدرب على قواعد اتيكيت البلاط الملكي على يد الكنتيسة ليلي مارتليا احدى اكثر سيدات اوروبا ثقافة وخبرة في ذلك الوقت وبالفعل عادت ناريما الى مصر بعد ستة اشهر ليتم الزواج الملكي يوم 6 مايو 1951 وكانت سنها وقت الزواج لا تتجاوز السبع عشر عاما وستة اشهر ذهبت الاميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الى منزل العروس المرتقبة في مصر الجديدة لكي تساعدها في اللمسات الاخيرة قبل ان تطل على العالم في حفلة الزفاف وقد ارتدت الملكة ناريمان فستان من الساتان الابيض المرصع بعشرين الف ماسة وهو فستان لا يصنع بكل هذا الاهتمام والبثخ الا للاميرات والملكات وقد استغرق اعداده 4000 ساعة وكانت ترتدي تاجا من الماس وبعد ان استعدت تماما تحرك موكبها من منزلها بمصر الجديدة حيث جلست في سيارة رولزرويس حمراء والسيارات تخترق الشوارع الممتلئة باقواس مصر ومباهج الافراح وعندما وصلت الى قصر عابدين حيث كان مقررا وفقا للبروتوكول ان ينتظرها الملك وتصعد معه الى اعلى السلم ثم السير عبر قاعة المرايا الشهيرة بقصر عابدين شهدت نصر خلال حفل الزفاف اجواء من الفرحة فكانت هناك وجبات توزع على الشعب وايضا اعطى الملك اراضي زراعية تملكة للفلاحين دون المساسب الملاك للاراضي الاخرى وحضر حفل الزفاف ملوك وكبار الدول وبعد زفاف الملك فاروق والملكة ناريما سافر العروسان السعيدان الملك فاروق وملكة مصر الى اوروبا لقضاء شهر العسل وقد كان السفر على اليخت الملاكي وقد استمر لمدة ثلاثة اشهر وقد كانت هذه هي الثلاثة اشهر الوحيدة تقريبا التي قضتها الملكة ناريما في سعادة حقيقية بل عاشتها بالفعل كملكة بذخ الملك على عروسه اشد البذخ فلال الثلاث اشهر مما اثار السخط السياسي المصري من الاسراف الحاصل انذاك وقد علق شيخ الازهر الشيخ عبدالمجيد سليم على اسراف فاروق بعبارته الشهيرة تقتير هنا واسراف هناك ليصدر قرارا من الملك شخصيا بعزله من منصبه ثورا واثناء تلك الرحلة شعرت الملكة ناريما بالحمل مما جعل الملك فاروق يقوم بحجز سفينة الركاب الملاكية بالكامل لكي تشعر الملكة بالراحة في رحلة العودة الى مصر انتظارا للمولود القادم وانجبت له ولي العهد احمد فؤد عاشت بالقصر الملكي حياة صعبة مأساوية بسبب صراعات داخله وبعد فترة وجيزة قامت ثورة يوليو 1952 وتنازل الملك عن العرش وخرج من مصر مع زوجته ناريمان الى المنفى هكذا عاشت الملكة ناريما مدللة ابيها كملكة وقد تركت بصمة كبيرة على تاريخ مصر فهي رمز للمرأة القوية التي واجهت الكثير من السعاب في حياتها بينما يبقى الملك فاروق شخصية مثيرة للجدل ويجعلنا نتساءل ماذا لو لم يقبل التنازل عن العرش وبقيت مصر ملاكية ومع ذلك فهو رمز لمرحلة تاريخية مهمة في مصر انتهى الوثائقي ونرجو ان يكون نال اعجابكم ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب حتى نستمر بدعمكم الى اللقاء قريبا